في احد الطرق الصحراوية بين عربية بوليس وعربية تانية لغاية ما الزابط قدر انه يسوب على الهدف وعربية المجرمين عطلة نزل الزابط من العربية وهو ملسم وقال سلموا نفسكم وسلموا الحاجة اللي معاكم المقاومة مش هتنفعكم وسوت الرصاص هو اللي كان الرد الاسرة وبدأ الطرفين يتبادلوا طلقات النار لغاية ما واحد من العصابة قال الزخيرة بتخلص ورجالك تيرتصابط انا هسلم نفسي لا استنى بقى حد الزابط زي ده مش هنقدر نسيطر عليه اكيد هو اللي هيستسلم العربية عطلت تقدر تقولي هنرجع ازاي عربياتنا عطلت بس عربية الشرطة لسه شغالة لو قررنا نقضي على الزابط ده هنقدر ناخد العربية ونهرب ويجاهز ضابط من ورهم وقال ارمي اللي في ايدك سلم نفسك انت هو والشابين بصوا حواليهم لكل الناس اللي كانت معهم يا اماماتو او مصابين الشاب قال سيبنا نمشي وهنديك الفلوس اللي انت عاوزها واحد منكم بس اللي هيمشي ومجانا كمان بس عشان يبلغ اللي بعيدكم ان الضبور مش هيسيبهم ابدا وهيوصل لهم مهما حصل وعند هدير ومعتز هدير قالت بني ادم مغرور وانا مش هروح له تاني بقولك ايه روح لللوة مهاب واعتزري عن المهمة خليه شوف حد غيرك اعتزر ده ايه لا طبعا انا ما فيش فشل دخل قموسي خلاص ايه بقى مضطرة تروح الجسر تاني وتقنعيه تم تسمنا روح لوحدي انا ممكن اقنعه لما اضغط عليه لا طبعا ازاي انا سيبك تروح عند واحد زي ده وكمان لوحديك وياني هيقولني انت ناس انت عملت مع مجرمين ادي ايه ده غيره ده الملك تعرف انه هما سموه الملك ليه ما انه مش ليه قاليه بس اقول زمان كان حاجة تانية خالص كان بيدخل اي عملية يطلع منها بكاسب يعني مرة ابض على الرئيس عصابة الانتربول نفسه ما كانش عارف يوصله لا شكله كلامه بس بقولك ايه روح انت للي ونشأت واقوله انه طردنا وخليه يشوف حد تاني غيره لا بلاش طردنا دي ده يخلي موقفنا وحش قدام الجهاز تصدق هعندك حق بص هي محولة كده هعملها وامري لله هتعملي ايه بالضبط هو هتكون بيتفكرة تروح لي ووحدك لا طبعا مش هعمل كده وعندي جاسر كان رجع من برا بعد شهر كامل من الشغل المتواصل فتح باب الشقة وتفاجئ ان الشقة ضلمة على غير العادة كان متعود ان امك كن في انتظاره زي عادتها افتقر انها نيمة دخل على عدتها الا انه تفاجئ لما لقها وعاها الارض وغرقانة في دمها قعد جنبها يشوف النب الا انه لقها فرقة الحياة كانت الدموع مليعينه وهو بيفوهاها وعنده امل انها ترجع للحياة بس ما كانش في نتيجة لفت نظره وراء محطوطة جنبها اخدها وفتحها لقها فهر سلام واحد من بتوع المافيا ومكتوب فيها اللي يرشنا بالمية احنا نرشه بالدم علشان ما تفكرش تقف تاني وصد القط الأحمر صحة جاسر وهو بيتنفض من نوم وشريت ذكرياته بيمر قدامه طول الوقت حاسس بالذنب انه هو السبب في وفاة امه وانه شغله كان السبب انه يخليه يخسرها للأبا انتبه على جرس الباب وراح وقف علشان يفتح ولما فتح ظهرت بنتي وقالت ايا جاسر حرم علي بطس البيك بقى اليومين ومش بترد مسح جاسر وشه بنوم وقال ما اسمعتش التليفون ايه جتي لي بقى البنت دي تبقى امال اخت جاسر الوحيدة هي متجوزة وعيشة في اسكندرية هو انا جاي لك من اسكندرية علشان تقول لي كده عموما انا مش هزعل منك دلوقتي والساعة بقى دخلني معلش يا امل انا ما اسطش تعال دخلي دخلت امل واتفاجئت من الشقة كانت متبهدلة والازايز كانت في الارض عادت على الكرسي وقالت مش هتبطل بقى اللي انت بتعمله في نفسك ده انا بقيت اخفاجي الاك مي وولع صجارة بالله مبالاة هو انا عايش انا ميت من زمان ايه الاستسلام ده انت عمرك ما كنت كده فين جاسر اللي كان ماليا حيوية وطموحه ما بينتهيش بصلها بعين حمراء بلون الدم وقال جاسر القديم مات وما بقاش في منه حاجة عيشة امل قربت منه وقالت طب وانا ايه مش بهمك انت الوحيد ليا في الدنيا دي جاسر وقف ورقح ناحية المطبخ وقال تشرب ايه اعمل للنسقف اللي بحبه تعرف اني من يوم ما انتسبت اسكندرية وجيت هنا وانا ما بقتش اشربه رفع جاسر حاجبه باستغربه قال ده ليه بقى ان شاء الله كل حاجة ما بقاش لها طعم من غيرة بقولك ايه ما ترجع تعيش في اسكندرية من تاني جاسر سابها ومش ادخل المطبخ وهي راحت ورا وقالت طب لو مش عايز الشقة القديمة ايه رأيك نشتري شقة جديدة في شقة فضية في العمرة بتاعتي ايه رأيك لو اشوفها وتسكن معايا اطعها جاسر وقال انا مش راجع اسكندرية تاني انا مرتاح هنا وبعد وقق كانت امل وجاسر عاديين في الصالون امل قالت داليا لسه بتسألنا علي جاسر سقط ما ردش عليها وامل كملك كلامها مش بتفكر ترجع لها داليا لسه بتحبك امل انا قلتلك قبل كده جاسر القديم خلاص مات وماتت معاك كل حاجة ما عادش له لزوم تفتحي في اللفات وليلها تشوف حياتها وتتجوز وتنساني وقفت امل وقالت يعني ده اخر كلام عندك ايوه ويلا عشان اوصلك لعربيتك يا دوب تلحق ترجع اسكندرية لاولادك وامل بصت له بحزن وقالت مالش لزوم انا هنزل لوحد انا كنت جاية وعندي امل ان اقناعك ترجع معايا ما قلتلك ما بقتش جاسر بتاع زمان مش هرجع للمكان اللي كل حاجة حلوة ليا ماتت فيه وبسببي وامل بصت له بعيون كلها دمعه وقالت الزمان هينسك يا جاسر بس سمح نفسه وينسه علشان تقدر تعيش امل خلصت كلامها ومشي ويجاسر افل الباب ورجع للقودة بتاعته وانما على السرير وبيمر قدامه شرت ذكرياته وبعد عشر دقايق جرس الباب كان بيرن تاني جاسر فكر ان امان نسيت حاجة ورجعت تاخدها الا انه تفاجئ لما لقاه هادير وقف اقصاده بقولك ايه يا جدع انت احنا مش جايين نشحت منك بصلها من فوق لتحت وقال عاوزة ايه مش هينفع نتكلم على الباب دخلني الاول لا مش فاضي هادير زقته ودخلت قعدت على اقرب كرسي وجاسر وقف وربع ايده وهو بيبصلها بغزو قال انا مش فاضي استقبل حد ما نعرفه علشان المفروض انك نازل الكبري كمان نص ساعة عاوزة ايه مش انا اللي عاوزة الجهاز عايزي يكلفك بمهمة انا بطلت اشتغل من زمان مش كل واحده متموت يبطل يشتغل جاسر والشوح مر بغضب وقال اطلعي برا وقفت هادير وهي بتقرب منه وقالت الضعيف هو اللي بيستسلم من اول جولة اللي مات اهو في مكان احسن بس انت دورك انك ترجع حقها برا انا مش عاوز اي حد يجيلي هنا وجاسر مسك هادير من درعها وشدها برا ويفل الباب في وشها وقفت هادير قدام الباب وقالت انا قرمت اطبعها طرت للمرة التانية اوف يا رب بس الواد معتز ما يعرفش اني ترميت كده قدام الباب وقال لها يمسكها لزلة اوف هادير نزلت وركبت عربيتها ورجعت على شغلها وبعد وقت اتفجأت ان الباب بتفتح فجأة ودخلت مونة صاحبتها وتبقى خطيبة معتز وقالت عجبك كده اللي اخوك عمله فيا انا رحت له المكتب ملأتوش هادير وقفت وقربت منها وقالت ايه بنت الدخلة دي ده انت لو دخلة تمسكيني متلبسة مش هتعملي كده مونة قعدت وقالت ركز معي دلوقتي اخوك فين وربنا لو مزهرش لهاتس البابابي اخلي يعرف مكانه لا بقولك ايه الحركات دي ما تنفعش اخريك معنا دبلتين هتقلعهم وكل واحد يروح لحاله تبعمل ايه اخوك بيخني ده انا كل يوم والتاني اقفش مع واحدة جديدة معتز يا ملك ده يا بنتي تب يمشي لفة حولي نفسه من كتر ما نمشي بها طب ايه رأيك انا معي الادلة والاسبتات ما هو كل مرة يطلعني ان نعيش في اوهام لا بقى طالما وصلت للاسبتات يبقى معتز لازم يتضبت هتعمل ايه هدير هدير ابتسمت بشره وقالت سيبيني بقى فكر واقولك انا هعمل ايه ويدخل عليهم معتز وقال اه طالما متجمعين كده بقى يبقى شكلكم ناوين على مصيبة معتز تكنت فين بقى لك ساعتين مش موجود كنت بقى حلق دقني وبعدين عندي شغل مش فاضي وماشى معتز واسبهم ومانا قالت شفتي جالك كلامي اهو حتى مسلمش علي اليوم معتز كان راجع البيت واول ما دخل ما تخلى مرة النور كان قاطع معتز قال ايه ده بقى وده وقته يطع هطلع الزاي دلوقتي وما بيش قسنصير اوف يلا انا هطلع يسلم وخلاص وطلع معتز على السلم وفجأة لقى واحد ضخم قدامه ورش على وشه منوم معتز ماكملش ثواني ووقع على الارض مغمع لي استوب لحد هنا يا ترى من الضخم ده وايه اللي هيحصل مع معتز ومين اللي هيخطف معتز وهل الملك هيرجع يتعاون مع غدير ولا هيعمل ايه كل ده وقتر هنعرف الحلقة الجاية استنونا ولا وصل معنا لاخر الحلقة ما ينساش يدعمنا باللايك وكومنت الحلو اللي بيفرحني دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته